فائدة مهمة تحوي دعاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم روى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فرأى فيه صحابيا يقال له أبو أمامة فقال له يا أبا أمامة ما لي أراك في المسجد في غير وقت صلاة فقال هموم لزمتني يا رسول الله وديون فقال له ألا أعلمك كلمات إذا أنت قلتهن أذهب الله همك وقضى دينك فقال له بلى يا رسول الله قال قل إذا أصبحت وإذا أمسيت اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال قال أبو أمامة ففعلت ذلك فأذهب الله همي وقضى عني ديني ومعنى وقهر الرجال أي أي ذلني الناس قال بعض العلماء ومن ثوائد هذا الدعاء أن من داوم عليها يقوى قلبه أي يكسب جرأه فحافظوا عليه كل صباح ومساء ترجمة نانسي قنقر